في ملحوظة النهاردة علي معلول أصيب أول ثلاث دقائق وعدنا نسأل مين ما كان علي معلول العادي في الدوري كان بيلعب بأمر كمال عبدالواحد أو كريم الدبيس كريم فؤاد تقريباً متشوفه يعني مساعد ما جي الأهلي دي تاني أو تالت مرة بالكتير يلي عم ناحية شمال ومارس الكولر التحديل ما كانش بيعتمد عليه كباكليفت وإن كان كريم فؤاد بس أفكر أستاذ المشاهدين في أمبي لو تفتكر كان بيلعب باكليفت عادي بحيث أن مارس الكولر ما تجاهز باكليفت بقى في الدوري يعني علي معلول مش عايش معنا طول الوقت مش فاضل معنا طول الوقت ممكن يحصل زي ما حصل النهاردة أصابة مبكرة فيبقى متجاهز باكليفت وإن كان كريم فؤاد عمل مباراة جيدة النهاردة ما هو حسبها برضو على حسب السيناريو اللي أنا حطه للقاء هو كريم مناسب جد طبعاً أنا هدفعه فعلى لعيب سريع لعيب زكي خفيف حركة تكتكياً شاطر فهيقفل اللي أنا عايزه في اللقاء ده ولكن أنا بشوف ريكريم في الأهلي لازم يقالي دور لأن العيب كواس جداً 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 ومفيد جداً للأهلي ولكن أنت مش مدينه مساحة أنه هو حتى تعرف تفوقه فدي مشكلة ومشكلة هتقابلك أنت مش تعرف تلعب باك راية باكليفت طول الوقت تعتبر الجبهة دي مش موجود لأن أهم مميزات النادي الأهلي أهم مميزاته السلاسي إمام حسين وعلي السلاسي ده بيعمل شغل تاكتك أوتوماتيك مش مترتب اللعيب لما تحط تلاتة موهبين جنب بعض هو هيعمل لك تاكتك من غير ما أنت تقول له أعمل إيه الحركة بتتحميل أوتوماتيك لوحدها لأن هم عندهم من عدد الماتشاط ومن الخبرات ومن المهارة أن الحاجة بتتعمل اللعيب دخل جوة بناخد بره في حاجات حركات كده بتحصل من قوة اللعيبة نفسها مش من الشغل أنت تتحميله أكيد بيعملوا الشغل بس يعني هو في وليد اللحظة هو بيعرف يخلق موقف بس جدا طيب